عايز روح لأفراكة والزمالكة الزمالكة بداية متعسرة مباراتين على التوالي مباراة خسارة أمام بلوزداد وبعدها تعادل أمام المريخ وعنده مواجهة نارية صعبة صعبة كمان عشان هي قدام فريق كبير زي التراجي وفي رادس كمان على ملعبه فهي صعبة الزمالكة عمل إزاي مع المباراة دي وتخطى الظروف الصعبة دي في بطولة أفراكة بس الزمالكة عنده المطش ده زي ما يقولون المطش البطولة زي ما بيقولون المطش بطولة المطش ده يتلعكو تكمل في البطولة إما يعني لقدر الله لقدر الله خسارة أو اللي حاجة يعني نسبة كبيرة تبقى قاود قاود لبره البطولة فانا شاف من المطش ده يعتبر زي نهاء بطولة كده فلازم اللعيبة تبقى على قد المسئولية فيه لأن المطش صعب طبعا زي ما أنت قلت مع الترجي يمكن مش الترجي برضو بتاع السنين اللي فاتت عشان برضو يعني ما نقولش أن التراجي هو التراجي بتاع السنين اللي فات لا التراجي بقاله فترة برضو مش مش ماشي كويس يعني مش أحسن حاجة برضو زي السنين اللي فاتتها كيمو كان في لعبة كبيرة جدا لا التراجي الفترة آخيرة برضو مش قد كده يعني آه بيكسب بس مش التراجي بتاع السنين اللي فاتت فأنا شايف أن الزماكي يقدر يعمل ماشي كويس شايف التراجي يعرف ده أنه التراجي جيد صحيح وفريق كبير بس مش هو المرعب بتاع المرعب بتاع الفترة اللي من كام سنة دي شايف ان الزماك يقدر يعمل مطش كويس لو اللعيبة زي ما قلت لك ان خدت المطش ده انه هو اخر مطش في بطولة المطش ده هيصعدني والمطش ده وفعلا الزماك لو خد المطش ده هياخد مطش الترجي هنا في الكاهرة يعني هيبقى يكسب مطش من مطشين صعد هو شايف المطش ده مطش بطولة صح طيب عشان زمانك يكسب الترجي في تونس محتاج يعمل ايه فنيا في المرأة محتاج يهاجم وياخد مخطرة ولا يدافع واشتغل على العجبات مرتدة ولا محتاج يعمل ايه يعني انت لو في جهاز فني تشتغل على المباراة دي ازاي انا اشتغل اه ان انا لو ما عرفتش اكسب ما اخسرش بحيس ان انا حتى لو خبت نقطة منه في تونس دي كويس ان انا اخد في المباراة دين اربعة مونت دول يفرقوا معايا فدي عايزة لعيبة كبيرة لعيبة عندها خبرة لعيبة تحطت تحت ضغط في المباراة التقيلة ان هما ما يهبوش الموقف انت بتلعب فرقة كبيرة بغض النظر ان هما مستواهم مش الترجي بس انت برضو بتلعب الترجي في تونس فيواماتش صعبة مسهل لكن انا الاختيارات بتاعتي اللي تقدر كمدرب زكي يعرف انا عايز ايم المباراة عارف ان انا لو ما عرفتش اكسب ما اخسرش اقدرت اكسب حاجة كويسة جدا احافظ ما قدرتش اكسب ارجع بنقطة دي حاجة كويسة واندي اقدر ان انا اكسب فهو عنده رؤية تشكيل الحاجة اللي اكيد كان مدرب وعنده رؤية اللعيبة وعنده وشايف المباراة دي عايزة ايه اذا كانوا يغير في مراكز او يغير بعد الامور في الملعب اللي تقدر تخليه في مباراة زي دي ان انا لو ما عرفتش اكسب ما اخسرش عظيم جدا طيب كابتن احمد الزمالك الموسم اللي فات كان بشتاع التحولات والاجمات المرتدة بشكل رائع جدا والزمالك كمان كان عنده نجاعة هجومية الموسم اللي فات بشكل رائع اهmelة يقلش ان كان عندك بكون شارئ مشاء الله سرعة مهرة بيتحول الهجمة دي النقط هلسه اقولك بقى ايه الفرق عن الموسم الهدي بص غيمو الفرق عن الموسم اللي كان عندك جناحين شغالين كان عندك اه زيزو وكان عندك ب самом شارئ وكان عندك اه فنص الملعب اه طارئ واما عشور صح وكان عندك اه ممكن خد يلعب عاشرة بيها قاعدة عشرة بغاية في السفاء بس كان عندك جناحين شغالين كان عندك جناحين شغالين النهارده الجناح التاني زي ما تقوله ايه يعني لما شلبي لسه برضه ما دخلتش في أجواء الزمالك والمطشات والجماهير مطش كويس مطش لقه ماشي على خطه زي ما تقول مطش مستوى طالع ونازل مش ثابت في المستوى فكان عندك بنشاري ما شاء الله يعني معلش يعني بنشاري كان زي ما قول خمسين في مهم قوة الزمالك هو عطارق وإمام عشور النهارده بتلعب بجناح واحد زيزه فطبعا الجناح مش هيشيلك لوحد طريقة بقى هيلعب اعتقد ممكن نلعب باتنين ستة يعني ممكن نلعب دونجا والسيس ويلعب قدامهم سيف سيف ممكن نلعب عشرة سيف بلعبها يعني سيف يلعب عشرة وممكن نزي سيف وفايفا سيف وغافر وقدامه سيف الجزيرة عادي ويلعب زيزو على اليمين يلعب بقى على الحجمة مرتد نقفل ونلعب كوي ونلعبها مرتد تلعب على الحجمة مرتد وانا دا السؤال كنت لسه بسألوك انه ما تهجمش ما تخدش ريسك اه ما تخدش ريسك هتخسر المباراة يعني لو انت حصل كده طيب سألوك كان فيه تألوك واضح جدا لاثنين يوسف وثامة نبيه وسيد عبدالله نمار ليه التألوك ده انا بكلم هنا بقى على مستوى الافراد مش بكلم على مستوى التاكتك ليه التألوك ده مدمش يوسف وثامة كان دايما بينزل تغييرة كويسة للراجل بيعمل فارغ ممكن يكون هو برضو تشتت انه هو حاب عايز يبدأ طبعا هو تفكير لعيب انه هو لما بينزل ويكسب فرق هو كابتن طبعا طبعا انت عايز انه هو بقى لا انا ازاي ما كل مرة انزل انزل فلا انا عايز ابدأ طبيعة لعيب الكرة عمتا يعني طبعا فممكن تكون دي يعني ايه شتت تفكيره شوية مش مركز الفترة اخيرة رغم ان يوسف فول الدوري كان ماشي كويس جدا يعني نمار طبعا فترة اصابة وبعد كده جيلة وبعمر بعد كده يستلاعب نمار فيمكن بدأ بدأ نمار الفترة اخيرة يرجع للمستوى الطبيعي بتاعه يعني المطشين تأتي الاخرين بدأ يرجع تاني للمستوى بتاع السنة اللي فاتت عكس بداية السيزن كانش هو نمار باده اللي احنا عارفينه هو وزيده يمكن المطشين اللي فاته بدأت تدينها تامشي شوية رياب لعب واحد حتى لو بكيمة الونش تأثر كل التأثر ده في دفاع نادي الزمالك لعب واحد طبعا واحد طبعا الونش كان عامل طقل لدفاع نادي الزمالك كان عامل هيبة لدفاع نادي الزمالك الونش طبعا من احسن مساكين في مصر لا الونش فارق جدا جدا مع نادي الزمالك ليه لحكتين ايوة ان هو قدراته وخد ثقة وبقى زي يقولوا ايه مساك مصر في الوقت اللي هو كان متوجد فيه وان شاء الله يرجع لنا بالسلامة وطاني حاجة مد تقلو هيبة لدفاع نادي الزمالك فالعملية دي بتفرق ان الونش تطمن زماله اللي جام بالزبط هو مديني انا متطمن الونش موجود شايلني صح فلا طبعا يفرق يا كريم طبعا يفرق كتير طيب ملاهاش حل فني في الملعبة كابتنا احمد يعني انه عندك مسا نجم من نجوم الخط من الخطوط الونش غايب ملاقاش حل فني وتكتيكي تعويض الونش بتبقى صعبة شوية بتبقى صعبة على المدرب زي ما الكابتنا ما قالك لما يبقى لعب قائد وليدر من وارا ولعب متخب وكسب خدوات احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده انا اعمل جوه قبل ما نيجي والله اه بطرق قال للونش هو هو الشايل دفاع الزمالك طبعا انا بي عندك قائد من وارا وليدر وشايل الفرق من وارا لا بتفرق طبعا طبعا لعب يفرق في خط كامل هو الونش ما شاء الله كان شايل الخط الضهر كله على مستوى التوقعات طاقة ازا ماك يعمل يهي قدام الترابي انا بأعتقد ازاك هيا ماتش كويس الرابل كمان هيزاكر كويس وععتقد ازاك هيا ماتش كويس ان شاء الله ويرجعوا يا رب ان شاء الله بالمكسب كده طاقة يا كابتن الرابل ان شاء الله ازا مالك يوفق ويكسب اهم حاجة ما اخسرش ما تخسرش لا دي اهم حاجة طاقة الاهلي كمان عنده مواجهة في منتهى القوة والصعوبة امام ساند اونز حتى لو على ملعب بس هتفضل مواجهة ساند اونز مواجهة قوية جدا تتوقع او تتصاوي الاهلي هيتعامل مع هزي المباراة زي الاهلي برضو المباراة دي اه مكسب مينفعش تعادل فيها المباراة مهمة على ملعبك انت بعد كده اما تروح ساند اونز امورها صعبة جدا فانا المباراة عمالعبي اللابد عن ان انا اكسب المباراة ملاش حل ما ينفعش النقطة اخسره ليه فطبعا انه يريع وعارف وعنده من الخبرات الكبيرة طبعا في البطولات دي هو عارف اما يروح ساند اونز وعارف اما يروح ماتشل اوتني برضو هيبقى صعب فالامور دي كلها الاهلي عنده من الخبرات يتأهله ان هو يعرف يتعامل مع المباراة ازاي فاكيد اكيد وعامل حسابه وقل ارى عامل حسابه مباراة ساند اونز وانا اللي سمعته كمان ان شاء الله يبقى فيه جاء عشر تلاف متفارق برضو يسانده النادي اولي في المباراة دي وانا شايف ان شاء الله الاهلي يكسب ساند اونز بإذن الله كابتن رامي انت شرفت ونورت انا بشكرك حبيبي وانشرفت باحمد وانا مبسوط ان انا معاك كامل يا ربي خليج دائما منورين الدنيا يا كابتن احمد باشكرك شكرا جزيلا بنا افريكا كيمو طبعا ويساعد ومبسوطنا موجود معاك ومع كابتن طبعا كابتن رامي وحبيبي عشرة عمر طبعا يا رب يا رب اشكرك شكرا جزيلا